اهلا بكم مشاهدين الاعزاء مجددا وقبل ان ننتقل الى الموضوع التالي نذكركم انه بامكانكم متابعة كل برامج قناة هلا على الهواء مباشرة حملوا الان التطبيق لمتابعة قناة هلا ونعود من جديد نعود الى ذات الملف المتعلق بالقتل والاجرام ومحاولة الوزير بن كفير سن وتمرير قانون الاعتقالات الادارية في ملف العنف والجريمة في المجتمع العربي ينضم الينا الان في الستوديو لمتابعة مناقشة هذا الملف المحلل السياسي وناشط اجتماعي المحامي زكريا اغباري اهلا بك مسائل بداية لنوضح للمشاهدين ما معنى الاعتقالات الادارية دعني نشرحها بالعامية وبالبساطة كي يتسنى للجميع انه برضو يفهم الموضوع هاي الاعتقالات اللي بتكون جاي من كبل دابط عسكري لالاخواننا الفلسطينيين بيجي الاعتقال مدون ما يكون هناك اي بينا مدون اي اثبتات مدون ما تلكي مع المحامي مجرد اجوا على البيت وبحطوه بالسجن مدون ما يعرضوا عليه ولا اي بينا لانه بيشكل خطر على دولة اسرائيل ومواطنيها حتى لو ما عملش ولا شيء بالسابق ولكن المخابرات بتقول لك لا هذا يمكن يشكل خطر على امن الدولة وعلى مواطنية فلذلك يجب اعتقاله بالاعتقالات الادارية هي لفترة ستة اشهر وهناك بتم تجديد مرة كل ستة اشهر قبل ما ينته لكن مهم نوضح للمشاهدين بدون مدون اي لائحة اتهام مدون بينات مدون اثباتات مدون مواجهة محامة ولا شيء انت عملين بتيجي في عندك امر اداري تفضل تريح لك ستة اشهر انت بشكل خطر على دولة اسرائيل ليس هنا المصيبة المصيبة انه فيه اولاد كاثرين في طلاب اللي هم ثانوية فيه هناك نساء اللي هذول هم برضو بشكل خطر بادعاء المخابرات بشكل خطر على دولة اسرائيل يعني اذا بدنا نوضح اكثر للمشاهدين من المخول باصدار هذه الاوامر للاعتقالات الادارية الضابط العسكري المسؤول عن المنطقة هو المخول انه يقدم هذا الطلب للمحكمة والمحكمة عمليا بتمدد لستة اشهر بشكل عام هناك الكثير من الاعتقالات الادارية التي تصدر عادة بحق الاسراء الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة وهي اعتقالات كلنا يعني نتابع كم تثير رفضا واسعا ونحن هنا بصدد قضية الجريمة وحوادث القتل المتزايدة في المجتمع العربي وليس قضايا امنية يعني هل نلاحظ أن هناك مقارنة بين ما يحدث هناك وبين صدد وصياق الحديث في قضية القتل والعنف في المجتمع العربي في حال تم اقرار القانون هل يمكن إلغاؤها عن طريق المحكمة ونحن نعلم بأن المستشار القضائية للحكومة وجهاز الشباك يعارضون ذلك نعم الأمر الاعتقال الادارة في دولة اسرائيل وبالأخص مع المجتمع العربي اعتقد أنه صعب تطبيقه المستشار القضائي المستشار القضائي مش راح تتوافق على هيك قرار الكرار هذا القانون جدا خطير احنا خلينا نذكر المشاهدين كيف يفهموا انه كيف يعني احنا بنقدر نشرح عن الاعتقال الاداري اذا متذكرين كابل فترة كان عندنا كورونا وبحالة ايام كورونا كان هناك انه الكل يلزم بيته ما حدا يفتح محلاته حبس بيتي واللي بيطلع بين الجن اللي بيمسكوه اتدخلت المخابرات عمليا من خلال الأجهزة على التلفونات اذا حدا طلع ييمسكوه هاي حالة طوارئ فبيجي بكررها وزير الدفاع انه في امر اللي بيشكل خطر على مواطني دولة اسرائيل هنا موضوع الجريمي ما في حالة طوارئ بالدولة على اساس انه يقولوا انكتل عنا بخلال ست اشهر مئة مواطن عربي هاي ما بيعدوها حالة طوارئ اللي ييجوا وبحالة طوارئ يجي يقول عمي بما انه فيه قانون طوارئ في حالة طوارئ في الدولة فلذلك يحق يحق الى الوزير انه يعطي امر باعتقال اداري للتنويه يا سيد زكريا هو مثال توضيحي يعني مثال الكورونا وقضية الطوارئ هي مثال توضيحي لتاعتقالات الادارية حتى نوضح للمشاهد طبعا اه طبعا يعني شو يعني هذا الطوارئ وين تبيجي هذا الوين تبيجي هذه الامكانية طبعا قانون الطوارئ كي الناس برضو يتفهم هذا اجع من ايام الانتداب البريطاني في هذه المناطق بالخمسة واربعين اسرائيل طبعا مع احتلال غزة والضفة بالسبعة وستين جددت هذا الامر الاحترازي اليوم في عندنا ما يقارب ألف ألف وخمسين امر معتقل اداري بالسجون الاسرائيلي في منهم اللي كانت خطوات احتجاجية من أجل يعني كان عندهم اضراب لمية وستين ومية وسبعين يوم فقط احتجاج على هذه الخطوة هسا انه يجي طبقها هنا الشيء خطير لانه اذا اعتقلوا هذا الشيء بيجي اليوم بيجي بخضر على سبيل المثال تعال شيخ رايد بالنسبة لي انت بشكل خطر اعتقال اداري ستة شهر مدد 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 يعني اليوم عن موضوع جريمي بس بكرة برضه يعتزوا هذا الامر برضه لأمور ثاني أمور أخرى لذلك لكن لماذا لماذا يصر بنكفير على ان يستخدم الاعتقالات الادارية ما هذا الاسرار لانه بدي يطلع بأي نتيجة على الأقلي اللي اليوم اذا بده يطلع هذا الامر بيسمح له بيجي بأخذ أسماء كل هاي الكطاعات كل رؤساء عصبات الإجرام بيعتول لها بيقول لك انت بتشكل خطر على دولة اسرائيل جوه ستة شهر مدد مدد ممكن ان يكون المعتقل الاداري هو ليس من عصابات الإجرام مثلا او ان يستخدم هذا القانون ضد نعم ما هو الاعتقال الاداري شو بقول لك بقول لك اذا في هناك شكوك للوزير وللجهات الامنية ان هذا الإنسان يشكل خطر على مواطني دولة اسرائيل يحق للوزير بتقديم بالتوقيع على مذكرة اعتقاله مدون ما يعرف اليوم اجعل محمد ومحمود واعتقلوا شو تصيره في امر زي اليوم خلينا نقول لما بيجي الوزير بنسمع بالاخبار بقوله الوزير ووقع على مذكرة انه هذا الانسان ممنوع يسافر بره ليش يما بشكل خطر شو الخطر اللي موجود مش رادين نقول لك وهيك الاعتقال الاداري ان بكرا بيجي باخده هاي المجموعات مظاهرات معينة شاب راح الظهر شاب نادلة مظاهرة معينة تعالي عمي بيجو بالليل هذا الامر في عندك اعتقال الاداري شو السيري هذا اللي موجود بكرا باخده طلابنا باخده اطباءنا باخده كياداتنا اللي ناس اللي هي محترم احنا بنحكي عنها على اساس انهم يحبطوا كل هاي كل الشبيب اللي موجودة وهذا يقودنا للسؤال الهام جدا ما هي أبعاد وتبعات هذا القانون اذا ما تم اقراره على المجتمع العربي خاصة طلع احنا اليوم اذا احنا سألنا خلانا نكون صراحين احنا بالاساس احنا كالمجتمع العربي مش عارفين شو اللي بدنا اياها ولا ايش عارفين والمشكلة انه ولاد عمنا فاهميننا وفاهمين عقليتنا ودارسين عقليتنا اكثر ما احنا فاهمين نفسنا امن نقعد مئة سنة واحنا نقول فوق الشرطة وتحت الشرطة ولا ما بتيجي الشرطة بتقول تحت نقعد انا وياك بقولك ما بديش بيطلعوا بمظاهرة بقولك نطالب الشرطة طب خلينا نسر على بر عشرات السنوات بتسب على نتنياهو بيجي نتنياهو بودور يعني عمليا ما فيش اي اتفاق بين على الاكلة النوابنا كياداتنا من لجنة المتابعة من اللجنة الكترية فيش ولا اي خطة مدروسة انهم كيف يتوصلوا لحل مع الحكومة اللي هي موجودة يعني اليوم لما بصير متزرة في الشمال تيجي لجنة المتابعة بتدعي لمظاهرة كترية لأخر 14 يوم احتجاج على الجريم اللي صارت يعني هاي المظاهرة اللي اكررت لجنة المتابعة اللي بتتصير بحيفة وانت اكرروها هاي هاي اكرروها قبل اسبوع مكررينها لكمان ل 14 يوم احتجاج على الجرائم اللي بتصير طب انت كيف بتدعي المواطنين انه تيجي اتشاركك بهاي المظاهرات دعنا نربط هذه الجزئية دعنا نربط هذه الجزئية بالتنويه وتحديد مرة اخرى حول أبعاد وتبعات إذا ما تم سن وتمرير هذا القانون الاعتقال الادارة يعني شو ممكن يكون بالتبعاته آثاره وعلى مساعدة آثاره طبعا زي ما ذكرنا احنا تبعاته إذا صار هذا إذا طلع في له سيف ذو حدين إذا اليوم اجوا أكرروا هذا القانون وبين كفير بعكليته اجى اليوم اخذ خمسين شخصية رؤساء عصبات اجرام واجى حطهم اداري يمكن انه انزل من الجريمية تسعة وتسعين من مية فاصلة تسعة وارد اذا اليوم اجى اخذ باعتقال اداري كل يد اليوم عصبات الاجرام ما بتقدر تمسك عليها ولا شيء لكن السؤال الذي يعني يدفع البعض ان يتساءل هو هل نحن نحتاج الى اعتقال اداري اما اننا نحتاج الى تدخل فعلي من قبل الحكومة والشرطة الى ادخال الشرطة في هذا الملط احنا الشرطة في عندها الامكانيات كيف احنا شايفين الشرطة بتشتل عندها كل الامكانيات ولكن احنا خلينا نكون صارحين اليوم لما بصير اي جريم اي مصيب عند اي بيت عربي اليوم الشرطة لما بتتيجي بتسأل فلان مين وكيف وليش واذا لك عداء حملناش شيء بسدوا الابواب بسكروا الابواب امام الشرطة لان الشرطة ما بتعطيهم ظاهر فلذلك ما فيش مشاركة بين المواطن فيش ثقة فيش مشاركة فيش دعم اللي تخليه انه يعطيها الكوة للشرطة على اساس الدافع عنه لذلك احنا بنرجع ومنقول اليوم اذا احنا سألنا هذا السؤال الام واحد الام لشخصية لمرأة عربية انكتل ابنها هل انت مع هذا القانون الاعتقالات الادارية بتقول لك انا معك بتقول لك هل انت مع انه يدخل الشباك نعم انا معي على اساس انت من هذا الموضوع السؤال هل زي ما كنا سيفضي حدين اه ممكن ان يجي بيني كبير يعتقل كل هاي الشخصيات والشيء قد يؤدى او يخفف ولكن اذا اسن هذا القانون وارد انهم برضو ياخذوا شخصيات اخرى اللي هي تعتبر كيادية في المجتمع العربي فهذا الشيء خطير طبعا جدا اذا اسن هذا القانون انت توضح للمشاهد بانه من المحتمل ان يتم استغلال هذا القانون اي نعم لذلك انا بقول سيفضي حدين اليوم انت موجود بحرب حرب اللي فيش امان وفيش استقرار تتعلق بكالشي تتعلق بكالشي لذلك هذا قد يؤدي مستقبلا انه يتبعوه بصير الشيء داري زي ما صار بالضفة بده شوي شوي وبالاخر اليوم صار اشي طبيعي يجي اخط الشخص يقول هذا يشكل خطر بكرا برضو مجتمعنا العربي ما بتشوفي كل كياداتنا السياسية تحطها جوا شو سيري بشكل خطر على مواطنة دولة اسرائيل كيف تقرأ الآتي في هذه الحكومة وما العمل تجاه ذلك طلعي الاسماء بتتغير الاسماء بتتغير ولكن السياسة هي موجودة الاسماء داما بشكل عام بتتغير اليوم في اشي اسمه لدولة اسرائيل في اشي اسمه الاجهزة الامنية الاجهزة الامنية هي اللي هي اللي بتقرر تفوت حرب تضرب اكتحامات اكتحامات بالضفة اختيالات شخصيات كل هاي الامور اللي بكرروها لا بين كفير ولا كل الشخصيات السياسية كلها الاجهزة الامنية لذلك هالحكومة شفنا زي عشرات الحكومات راحت واجت احنا بظل احنا بظل مش انو الحكومة اللي موجود ولكن احنا كياضاتنا شو احنا لابدنا من نفسنا كيف احنا ممكن نتصرف مع هذه الحكومات كنت معنا المحامي زكريا اغباري محلل سياسي وناشط اجتماعي شكرا جزيلا لك المشاهدون الاعزاء نخرج الان الى فاصل قصير ثم نعود بعد قليل ابقوا معنا اشتركوا في القناة